يا مراحب أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم بعض الصافرة معي نعم حديثنا اليوم سيتمحور حول كأس العالم بما أنه هو الحدث الرئيسي اللي الكلمة ارتقبه ومستنيه بعالم كرة القدم بس اليوم ما رح نحكي عن ملاعب قطر ولا رح نحكي عن الأمور اللي رح تصير بالمونديال رح نحكي عن الشي اللي كنا متمنين أنه نشوفه بالمونديال ولكن للأسف ما رح نشوفه رح نحكي بهاي الحلقة عن التشكيل المثالية لأفضل 11 لاعب سيغيبون عن مونديال قطر خلين نبدأ بمركز حراسة المرمى مركز حراسة المرمى طبعا لا أحد ينافس حارس المنتخب الإيطالي جان لويجي دوناروما إيطاليا طبعا كلنا بنعرف أنه للأسف ما نجحت بالتأهل إلى النهاء الملحق لتواجه البرتغال وخلت مقدونة الشمالية تخوضها للتجربة وتخسر والبرتغال تصلك أس العالم وبالتالي بطل أوروبا مثل ما بيعرف الجميع رح يغيب عن المونديال ورح نفتقد بالأكيد لجان لويجي دوناروما بمركز حراسة المرمى أما مركز الظاهير الأيمن واليوم سامحوني لأنه رح لعب بالأربعة ثلاثة ثلاثة مركز الظاهير الأيمن رح تفتقد فيه إخوان كوادرادو مع المنتخب الكولومبي كولومبيا طبعا ما تأهلت ما وصلت للمونديال لأول مرة من 2010 تقريبا لأنه 2014 شاركت و2018 شاركت ولكن هو غياب كبير لمنتخب كولومبيا عن مونديال قطر وبالتالي غياب أيضا للاعب مهم جدا يعتبر أحد أهم ركائز يوفينتوس الإيطالي إخوان كوادرادو أما قلبين الدفاع فأكيد عرفتوهم بدون ما أحكيهم كيليني وبونوتشي كيليني وبونوتشي ملوك لغرينتا اللي متعودين عليهم بالبطلات الكبيرة دائما والصرخة التي تتبع النشيد الإيطالي دائما قبل المباريات وقيمة كبيرة بالتأكيد اللاعبين وغيابه رح يأثر كثير على مونديال قطر أما بمركز الظاهير الأيسر فاخترت مين رامي بن سبعيني رامي بن سبعيني اللاعب المنتخب الجزائري اللي للأسف رح يغيب عن مونديال لأنه الجزائر مثل ما بنعرف بالصدمة الكبيرة ما نجحت بأن أتعدي الكاميرون وطلعت وما تأهلت لكأس العالم في قطر وبالتالي غياب رامي بن سبعيني مؤثر جدا رامي اللي أثبت حاله لسنوات طويلة مع بروسيا مونشنغلادبخ بالدور الألماني وكان أحد أفضل الأظهرة على الناحية اليسرى في أوروبا بفترة من الفترات أما بمركز الارتكاز أو لاعب المحور فرح يكون عنا مين؟ فرانك كيسي فرانك كيسي اللي قريب جدا من توقع مع برشلونة أو تقريبا هو وقع مع برشلونة ولكن رح يغيب عن كأس العالم 2022 في قطر وذلك طبعا لأنه منتخب ساحة العاج لم يتأهل أصلا إلى الملحق المؤهل إلى كأس العالم وبالتالي ساحة العاج خارج المونديال وهي أيضا صدمة أخرى لأفريقيا اللي رح يغيب منها عن كأس العالم لاعبين مهمين جدا منهم فرانك كيسي أما لاعبين الوسط الآخرين فهما مين؟ فراتي وبريلا فراتي وبريلا اللي كانوا على مدار السنوات الماضي من أهم لاعبي الوسط في العالم على الإطلاق فراتي واحد من أهم لاعبي الارتكاز أو لاعبي البوكس تو بوكس عنا أيضا بريلا واحد من أهم لاعبي الوسط في العالم وكل الأندية كانت عم تتخانق على التعاقد معه مؤخرا بريلا القيمة الثابتة في انتر ميلان والقيمة الثابتة في المنتخب الإيطالي وفراتي القيمة الثابتة في بي أس جي وبالمنتخب الإيطالي للأسف رح يغيبوا عن كأس العالم في قطر منروح لا الجناح الأيمن وأكيد عرفتوا عن مين رح أحكي رح أحكي عن محمد صلاح محمد صلاح اللي طبعا منتخبه ما نجح بالوصول لكأس العالم ما قدر يعد السينيقال محمد صلاح اخسارة كبيرة اخسارة فنية واخسارة تسويقية واخسارة على جميع الأصعادية حتى جماهيرية لمونديال قطر لأنه وجود مصر ووجود محمد صلاح بالمونديال كان رح يعطيه بعد آخر للحضور الجماهيري في كأس العالم 2022 غياب محمد صلاح مش بس أثر على منتخب مصر ولا أثر عليه بس لا حتى أثر على أداء ليفربول الهجومي لأنه صلاح شفناه بمبارات بنفكة ما كان بمستوى طبيعي وشفناه بآخر مباريات بالدوري صلاح بعده مش قادر يطلع من الأزمة اللي سببتها مبارات السينيقال اللي أقصت مصر من تصفيات كأس العالم وحجزت مقعد بالمجموعة الأولى إلى جانب قطر وهولندا والإكوادور أما على الجناح الأيسر على الجناح الأيسر فعنا طبعا الرياض محرز ومعلمش بعرف أن الرياض محرز رح يلعب على الجناح الأيمن ولكن رح حطه على اليسار اليوم لأنه محرز أيضا خسارة كثير كبيرة لكأس العالم وجود الرياض محرز كان أيضا رح يعطي بعض آخر بعض تسويقي وبعض جماهيري آخر لمونديال قطر ولكن محرز قدم مستويات جيدة مع الستي شفناها بالمبارات أمام أثلت كومدريد قدم مستوى لا بأس به ومحرز للأسف سيغيب عن كأس العالم أما المهاجم فبرأيي هو بالتأكيد لويس دياز لويس دياز مهاجم ليفربول مهاجم منتخب كولومبيا اللي أيضا رح يغيب عن مونديال قطر بسبب عدم تأهل منتخب الكولومبي للمونديال وهذا أيضا اخسارة أخرى دياز من لما اجعل ليفربول صار قيمة ثابتة بهجوم ليفربول تفوق على يوتا وتفوق على فرمينيو وصار أساسي بالتشكيل مع مانيه وصلاح يعني بيني وبنيوتا دائما بصير فيه مداورة ولكن لويس دياز لاعب كبير جدا وأثبت حاله بشكل كبير وسجل هدف رائع على بنفيكا بدور أبطال أوروبا إذن خبروني عن أرائكم بحال كان عندكم تشكيلة مخالفة عطونا إياها بالتعليقات وخلينا نشوف من تشكيل الأقوى الغائبة عن كأس العالم 2022 في قطر حتى نلتكد أسبوع المقبل كربي ألف خير